الباب الثاني لوم الطبيعة الفصل السابع المجاعات والتاريخ يسوق الكثيرون الحجة القائلة أنه كانت هناك مجاعات دورية طوال تاريخ البشرية وأن هذه المجاعات ترتبط بكوارث الطقس التي لا نستطيع التحكم فيها بالتأكيد لكن المجاعات لا تحدث لأن قوة إلهية أرادت ذلك بل تحدث لتصرفات البشر وكما أشار مؤرخ فرنسي فإن المجاعات وفترات شح الغداء الفرنسية الكبرى في العصور الوسطى حدثت خلال فترات لم تكن فيها المواد الغدائية شحيحة بل كانت في الحقيقة تنتج بكميات كبيرة وتصدر وكان النظام والبنية الإجتماعيين مسؤولين بدرجة كبيرة عن أوجه النقص هذه ويعتقد معظم الناس أن المجاعات في الهند كانت دائما ظواهر ثابتة ترتبط بالمناخ السيء لكن تواتر المجاعات في الهند لم يكن مضطردا فقد اشتدت حدة المجاعة في ظل الاستعمار وخصوصا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر رغم أن إنتاج الغداء تزايد مع ازدياد السكان فبعد افتتاح قناة السويس عام 1870 أصبحت الهند مصدرا رئيسيا للقمح لبريطانيا ودول غربية أخرى ومصر وكما كتب السير جورج وات في 1908 يقول كانت الطبقات الفضلة في المجتمع تصدر مخزونات الفائد التي كانت تخزن قبل ذلك تحسبا لأوقات الندرة والمجاعة ولندقق النظر في واحدة من أشهر مجاعات لهذا القرن وهي مجاعة البنغال في الهند خلال الأربعينات إذ في عام 1944 قدر تقرير حكومي بتحفظ أن مليون ونصف مليون من البشر ماتوا بسبب المجاعة فما الذي سبب هذه الخسارة في الأرواح؟ كانت الأزمة الغدائية المباشرة قد نتجت عن متطلبات الحرب ففي عام 1943 أمر تشيرشيل الهنود وآلاف العسكريين البريطانيين في الهند أن يعيشوا على مواردهم وذلك حين قطع الغزو الياباني لبورما المصدر الخارجي الرئيسي للأرزي للبنغال وسائر الهند وأدى الجفاف في عام 1942 إلى فقر محصول الأرزي في الشتاء لكن رغم ذلك كله سمحت الحكومة الاستعمارية بتدفق الأرز خارج البنغال ولقد صدر 185 طن خلال الأشهر السبعة الأولى لعام 1942 فذهب الغداء إلى حيث كانت النقود وتحققت عبر طريق أرباح ضخمة وبطريقة مماثلة صدرت الهند أرقاما قياسية من الحبوب الغدائية خلال مجاعة قاسية في 1876 و 1877 وقد علقت لجنة المجاعة الملكية وهي اللجنة الثانية عشر من نوعها خلال قرني الحكم البريطاني بقولها لقد أشرنا من قبل إلى جو الذعر والجشع الذي كان في غياب الضوابط أحد أسباب الارتفاع السريع في مستوى الأسعار فقد تم جني أرباح طائلة من هذه الكارثة وفي تلك الظروف كانت أرباح البعض تعني الموت لآخرين وعاش جزء كبير من المجتمع في رفاهية بينما يموت الآخرون جوعا وكان هناك الكثير من اللامبالات في وجه المعانات كان الفساد منتشرا في كل المقاطعة انتهى وهكذا كان الإخفاق راجعا إلى النظام الاجتماعي والاقتصادي لا إلى الأمطار وحدها أما الأسباب الكاملة لمجاعة البنغال فنجد جذورها في الركود الطويل الأمد للإنتاج الزراعي الهندي تحت الحكم البريطاني فالاستثمارات القليلة التي وضعها البريطانيون في الزراعة كانت موجهة إلى محاصيل غير غذائية ومنذ منتصف تسعينات القرن التاسع عشر حتى وقت مجاعة البنغال ازداد إنتاج المحاصيل الزراعية غير الغدائية مثل القطن بنسبة 85% بينما انخفض إنتاج الغداء بنسبة 7% وخلال نفس الفترة في شرق الهند بما في ذلك البنغال انخفض إنتاج الغداء أي الأرز بدرجة أكبر بنسبة 38% لكل فرد بين 1901 و 1941 وكانت النتيجة أنه بحلول أوائل الأربعينات أصبح إنتاج المحاصيل غير الغدائية يعادل تقريبا ثلث الإنتاج الإجمالي ماذا يجب أن يكون رد فعلنا إذن في المرة القادمة التي نرى فيها كتابا مثل ليستر براون يشيرون إلى مجاعة البنغال على أنها آخر المجاعات الكبرى الناشئة عن تقلبات الطقس أرض المجاع حين كنا أطفالا كانوا ينصحوننا بأن لا نترك طعاما في أطباقنا لأن الناس كانوا يموتون جوعا في الصين وحتى لو لم تكن الصلة واضحة فقد كان لدى آبائنا سبب معقول للربط بين الصين والمجاع فطبقا لكتاب والتر مالوري الصادر في 1928 الصين أرض المجاعة كانت الصين تعاني من المجاعة في إحدى مقاطعاتها كل عام تقريبا وظلت على هذا النحو طوال أكثر من ألف عام وقد قدر تقرير للصليب الأحمر عام 1929 أن ثلاثة ملايين وفا كل عام يمكن إرجاعها إلى البجاعة وتحدث نفس التقرير عن رغد النخبة وتسجل التواريخ الرسمية للسلالات الملكية والتي تؤرخ لأكثر من ألفي عام ما مجموعه 1621 فيضانا و1392 جفافا مؤكدة تقدير مالوري عن حدوث أكثر من كارثة كل عام ومن المؤكد أن تقلبات الطقس في الصين لم تتغير فالسهل الشمالي الذي يمكن أن يكون أكثر مناطق البلاد إنتاجية قد عانى من جفاف أو من فيضان أو من كليهما كل عام على مدى الثنوات العديدة الماضية ولم يتغير الطقس لكن تأثير الطقس على كل من الأرض والبشر في الصين قد تغير وتغير بصورة درامية ففي 1972 و 1973 حين كانت 18 دولة تضم ثلث سكان العالم تعاني من الجفاف وحين كانت المناطق الغربية في الهند تواجه المجاعة وتموت قطعان الماشية في الساحل الأفريقي كانت الصين كذلك تواجه ثالث أعوام الجفاف وأسوأها خلال ثلاثة عقود لكن لم تحدث مجاعة في الصين وفي الحقيقة جنت المقاطعات الأشد تضررا ثلاث سنوات من المحاصيل القياسية الاختلاف هو أن الغداء في الصين اليوم يأتي أولا فالتركيز لم يجر على مجرد الإنتاج والتوزيع بل على خلق نظام زراعي أقل عردة لتغيرات الطقس وتقليديا فإن المناطق المنكوبة بالجفاف هي نفس المناطق المحتملة تعرضها للفيضانات في الموسم التالي كما في حالة بنغلاديش لكن نظاما للتحكم في المياه يمكن أن يجعل فيضان أحد المواسم نعمة للموسم التالي وكان ترويض نهر هاي في مقاطعة هوباي قرب بكين أحد الجهود الضخمة في السيطرة على المياه وخلال ثمان سنوات فقط قام عدة مئات من آلاف الرجال والنساء بتحسين ألف وسبعمائة ميل من مجرى النهر فحفروا مئتين فرع جديد واثنى عشر ألف قناة وأقاموا خمسين ألف قنطرة ونفق بالإضافة إلى ما يفوق ثمانمائة عمل إنشائي أخرى بين كبير ومتوسط وإجمالا تم إنشاء خمسة وثلاثين خزانا للمياه كبيرة ومتوسطة الحزم في الجبال لتخزين ما يفوق مئة وستة مليار متر مكعب من المياه واستكمالا لمشروعات التحكم في المياه أجريت حملات التعبئة من أجل الانتفاع بمصادر المياه الجوفية وتحت شعار سنحول العرق إلى ماء والماء إلى قمح نظم سكان مقاطعات هوباي وهونان وشانتونغ أنفسهم لحفر مئات الآبار مستخدمين أحيانا المعاولة والجواريف أو بأدوات توفر الجهد ركبوها بأنفسهم والآن تستفيد هذه المقاطعات الثلاث من نحو سبعمائة ألف بئر تعمل بالمضخة وخلال عام واحد من الجفاف في مقاطعة هوباي قرب بيكين وحدها زاد هذا العمل المساحة المروية بما يزيد على ثمانمائة وخمسين ألف فدان ويساوي ذلك في الأهمية أن هذه المشروعات نفدت بنفقات الرأسمالية منخفضة وبدل الإنفاق المعتاد لمبالغ ضخمة على الآلات كان من الممكن تعبئة قوة عمل ملايين الفلاحين لأنهم يعلمون أنهم سيستفيدون فلن يعانوا من المجاعة بعد ذلك أبدا وقد أصبحت الصين دون مشروع واحد للبنك الدولي أو للمعونة الغربية البلد الذي يملك ثلث أراضي المحاصيل المروية في العالم وتمت السيطرة على التدمير والتآكل بسبب الريح ببرامج غرس الأشجار على نطاق واسع وفي المنطقة المحيطة ببيكين وحدها يغرس 11 مليون شجر كل عام فما الذي أحدث الفرق في الصين؟ الإجابة بوضوح هي أن الصينيين يطورون نظاما يفترض أن التقس سيكون أقل من مثالي فقد أقام الناس بأيديهم أساسا نظاما زراعيا يخفف من التأثير السلبي للتقس السيء على الإنتاج لكن هناك عاملا آخر هو نظام اقتصادي يخفف من تأثير التقس على أي فرد ففي الصين حتى لو حدث انخفاض في إجمالي ناتج الغلال سوف يتشارك فيه الجميع على قدم المساواة بدرجة أو بأخرى فلا أحد يحتفل بينما الآخرون يموتون جوعا وعلى النقيض في الهند يقع تأثير الجفاف بأكمله تقريبا على المنطقة المتدررة وبدرجة كبيرة على أشد الناس فقرا وبينما ترتفع الأسعار استجابة لانخفاض العرض فإن العمال المعدمين والعاطلين عن العمل وفقراء المدن هم الذين يعانون بصورة فائقة إننا نحل البشر قد عشنا على هذا الكوكب مدة تكفي لنعرف أن تقلبات التقس المعاكسة متوقعة وتطور الحضارة الإنسانية يمكن تعريفه بدرجة كبيرة بأنه عملية ابتكار طرق بارعة عديدة لحماية أنفسنا من تقلبات الطبيعة ومن ثم فعندما نسمع عن مجاعة واسعة الانتشار يجب أن لا يكون السؤال الأول الذي نسأله هو ما الحدث الطبيعي المفزع الذي سببها؟ بل لماذا لم يكن ذلك المجتمع قادرا على التوافق مع الحظ السيء؟ لماذا يحدث أن يعاني بلد من الكوارث الطبيعية ولا تحدث فيه وثيات بينما يموت في بلد آخر مليون شخص؟ يقول ويليام فوجيت في كتابه الطريق إلى البقاء 1948 إن الصين حرفيا لا يمكنها إطعام المزيد من البشر وأسوأ مأساة يمكن أن تعانيها الصين في الوقت الحاضر هي انخفاض معدل وفياتها فسوف يموت الملايين ولا مناصة من ذلك فهؤلاء الرجال والنساء والأولاد والبنات لابد أن يموتوا جوعا لضحايا مأساوية على المذبح المزدوج للإنجاب غير المنظم ولسوء الاستخدام غير المنظم للأرض والموارد الفصل الثامن الجفاف في الساحل الأفريقي يفترض الكثيرون عن خطأ أن جفاف الساحل الأفريقي الذي بدأ عام 1969 كان هو الجفاف الساحلي الأفريقي بألف ولام التعريف لكن علماء المناخ يعتبرون الجفاف جزءا متكاملا من مناخ المنطقة ويعتقد معظم السكان الساحل الأفريقي الأكبر سنا أن سنوات الجفاف في فترة 1910 و1913 كانت أشد قصوة من أعوام الجفاف الحديثة التي لقيت دعاية أوسع وتؤكد الأرقام ذلك فلم تكن مناسب المطر والبحيرات والأنهار منخفض خلال 1969-1973 بقدر ما كانت خلال الجفاف السابق وبدراسة التأخر في نمو حلقات الأشجار اكتشف العلماء حذوث موجات جفاف قاسية مرات عديدة على مدى القرون الثلاثة الماضية وفترات جافة عديدة من وقت لآخر وقد اختتمت أحدث دراسة نعرفها بالقول لا يوجد دليل على أي ميل متصل للارتفاع أو الانخفاض في منسوب المطر كما لا توجد دورة واضحة وهكذا فإن زحف الصحراء لا يمكن إرجاعه إلى أي تغير مناخي طويل المدى وعلى أي حال ليس زحف الصحراء عملية ذات اتجاه واحد فالصحراوات يمكن استصلاحها وبدون نفقات مالية ضخمة إذا استثمرت احتياطات ضخمة من قوة العمل وعلى سبيل المثال فإن الجزائر اليوم هي مركز برنامج ضخم وناجح لإعادة غرس الغابات والهدف خلال الأعوام العشرين التالية هو غرس ستة ملايين شجرة في حزام طوله ألف ميل بامتداد الحافة الشمالية للصحراء الأفريقية وفي الفترة من 1965 إلى 1970 تم استصلاح 160 فدانا في قرية بوسعدو الصحراوية بالجزائر عن طريق زراعة أشجار الصنط والكافور ووفرت هذه الأشجار الحماية من العواصف الرملية وزادت من الرطوبة السطحية للتربة وطبقا لأحد التقارير سرعان ما نبتت الأعشاب والشجيرات وبعدها زرع الزراع الفواكه الحمضية والزيتون والتين والرمان والحبوب والطماطم والبطاطس والفاصولية والبقولة والبصل وعبر القرون طور صغار الزراع في الساحل الأفريقي فهما عميقا لبيئتهم فعرفوا ضرورة ترك الأرض للراحة لفترات تمتد إلى عشرين عاما وكانوا يزرعون تشكيلة واسعة من البحاصيل كل منها يلائم بيئة مصغرة مختلفة لكنها معا تتيح تكاملا غدائيا وعادة ما كان الرعاة والزراع يقيمون علاقات نفع متبادل فيقدم الزراع للرعاة أرضا للرعي في موسم الجفاف وغلالا مقابل اللبن والروثة للحقول والحمير للحرث وكانت مالي الواقعة في الساحل الأفريقي تعرف فيما مضى بأنها سلة غداء أفريقيا فقد كان يمكن الاعتماد عليها دائما في تجارة الغلال في أوقات احتياج جاراتها وكانت العادة الساحلية قبل الاستعمار هي إقامة مخازن غلال صغيرة في المزارع والقرى لتخزين الشوفان لعمل الدقيق وفي بعض الأحيان من أجل استهلاك سنوات أخرى وقد لاحظت إحدى دراسات الأمم المتحدة التي تعارض فكرة أن الساحل الأفريقي مزدحم بالسكان أن عادات التخزين التقليدية لو تم اتباعها فإن طاقة استيعاب الأرض من البشر والحيوانات ستكون هي طاقتها في السنوات الوسطية وليس طاقتها في أسوأ السنوات ماذا حدث لنظام تطور عبر قرون لمواجهة الجفاف الدوري؟ أولاً وحتى قبل الغزو الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت هذه الحضارات قد تعرضت بالفعل لتدمير شديد بفعل قرنين من التفريغ السكاني القصري حيث كان ملايين من أكثر أفرادها شباباً وقوة يؤخذون كعبيد إلى العالم الجديد ثم جاء الفرنسيون وجاءت سنوات من القتال الدامي وحين أقام الفرنسيون وجوداً دائماً أخذوا يبحثون عن وسائل يجعلون بها رعيتهم الجديدة تدفع التكاليف الإدارية للإحتلال وكما يكتب ثونثون كلارك بصورة اللاذعة عن النيجر في تلك الفترة يقول كان الشعب النيجيري مكتفياً بذاته أما الإدارة الاستعمارية فلم تكن كذلك وكان حل الفرنسيين لهذه المشكلة التي هي من صنعهم هو إجبار الفلاحين على زراعة المحاصيل للتصدير وخصوصاً الفول السودانية والقطن كان القطن لازماً لمصانع النسيج الفرنسية حيث تسيطر بريطانيا على معظم مصادره أما الفول السوداني فكان لتوفير بديل رخيص لزيت الجوز الشائع الاستخدام في فرنسا في ذلك الحين وبينما كانت المحاصيل المتكاملة مثل الشوفان والبقول تزرع سابقاً في دورة تبادلية زرع محصول إثر الآخر من الفول السوداني أو القطن حتى أرهقت التربة وللحفاظ على صادرات القطن للفرنسيين مع اعتبار الانخفاض الناتج في محصوله أجبر الفلاحون على توسيع المساحة المزروعة قطناً بتخفيض زراعة الشوفان والذورة الصفراء جزئياً وقبل أن يزيد الفرنسيون المحاصيل النقدية كان الزراع النيجيريون يزرعون فصائل عديدة من الذورة الصفراء تتطلب كل منها كمية مختلفة من المطر وهكذا كان من المحتمل أن تبقى الفصائل حتى حين تكون الأمطار قليلة لكن حين أصبح على الزراع أن يضحوا بالكثير من الرقعة الزراعية الغدائية لصالح الفول السوداني والقطن تحولوا إلى فصيلة واحدة من الذورة الصفراء تلك التي تعطي أكبر المحصول إلا أن هذه الفصيلة تتطلب أعلى درجة من الرطوبة وهكذا زاد الزراع من خطر فشل كل محصولهم من الذورة الصفراء وليست أساليب الاستعمار وتأثيرها المدمر على الأرض وبشرها مجرد حقائق من الماضي إذ بينما حصلت دول الساحل الأفريقي على استقلال شكلي في الستينات كانت الحكومات التالية تفوق الفرنسيين عادة في فرض إنتاج محاصيل التصدير زيدت الضرائب التي لا يمكن للزراع دفعها إلا بإنتاج محاصيل التصدير ففي مالي عام 1929 كان الفرنسيون يجبون ضريبة تتطلب من كل بالغ تعدى الخامسة عشرة أن يزرع ما بين خمسة وعشر كيلوغرامات من القطن لدفعها وفي عام 1960 آخر أعوام الحكم الفرنسي ارتفعت الضريبة إلى ما يعادل أربعين كيلوغراما وفي عام 1970 خلال الجفاف أجبرت الحكومة التالية كل فلاح بالغ أن يجني ما لا يقل عن ثمانية وأربعين كيلوغراما من القطن لمجرد دفع الضرائب إن الضرائب المتزايدة وكذلك أسعار التصدير المتناقصة تجبر الفلاحين على زيادة إنتاج محاصيل التصدير لكن منذ عصور الاستعمار ووصولا إلى السنوات الأخيرة بما في ذلك هذه السنوات تتحقق هذه الزيادات أساسا بوسائل زراعة مدمرة وقد سبب الحرف العميق لزراعة القطن تآكل مساحات شاسعة وفي وجود رواسب عضوية أقل للإحتفاظ بالماء يبدو كأن المطر قد قل وتزرع وبعبارة أدق تستنفد مساحات أكبر فأكبر ضد قواعد الحكمة التقليدية في الحفاظ على التربة هذا التوسع في إنتاج محاصيل التصدير يعني أن الأرض التي كان يسمح لها بالراحة لعدد من السنين وتسمدها قطعان الرعاة مجبرة على زراعة لا تكاد تنقطع وهكذا تستمر الحلقة المفرغة فالزراعة المتصلة تستنزف الأرض بسرعة مما يستلزم توسعا أكبر في محاصيل التصدير على حساب المحاصيل الغدائية وأراضي الرعي والأسمذة الكيميائية التي زادت ذات حين نواتج بعض محاصيل التصدير جاعلة التوسع في الزراعة أقل إلحاحا أصبحت الآن مكلفة لدرجة أن الفلاحين يضطرون في النهاية إلى تخصيص أرض أكثر للمحاصيل النقدية وأكثر من ذلك ولأن الزراعة يزرعون غلالا أقل فليس لديهم سوى القليل أو لا شيء لاستبدال اللبن به مع الرعاة ومع إنتاج غلال أقل يدفع المضاربون الأسعار إلى الارتفاع عندئذ يضطر الرعاة إلى تربية ماشية أكثر لمجرد الحصول على نفس الكمية من الغلال ففي جنوب النجر قبل الحرب العالمية الثانية كانت البقرة الواحدة تساوي ثلاثين جوالا من الشوفان وقبل جفاف السبعينات مباشرة أصبحت تساوي جوالا واحدا والنتيجة كما يمكن أن تتخيل هو جوع الزراع والرعاة على السواء وموت آلاف الحيوانات جوعا وصحراء زاحفة إن من المحرج لمن يلقون اللوم على الجفاف وعلى زحف الصحراء كأسباب للمجاعة في الساحل الأفريقي أن يفسر الكميات الضخمة من السلع الزراعية التي ترسل خارج الإقليم حتى خلال أسوأ سنوات الجفاف فقد كانت السفن التي تجلب غداء الإغاثة إلى ميناء ذاكار ترحل محملة بالفول السوداني والقطن والخضراوات واللحم ومن السلع الزراعية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات والتي صدرها الساحل الأفريقي خلال الجفاف ذهب أكثر من 60% إلى المستهلكين في أوروبا وأمريكا الشمالية والباقي إلى مجموعات النخبة في الدول الأفريقية الأخرى والسيطرة على التسويق والأرباح ما زالت حتى الآن في أيدي الشركات الأجنبية الفرنسية أساسا وخلال الجفاف زادت صادرات كثيرة من بلدان الساحل الأفريقي بلغ بعضها مستويات قياسية فقد بلغ إجمالي صادرات الماشية خلال عام 1971 وهو أول أعوام الجفاف الكامل ما يفوق 200 مليون رطل بزيادة 41% بالمقارنة مع 1968 وتضاعف الصادر السنوي من لحوم البقر المثلجة أو المجمدة ثلاث مرات بالمقارنة مع سنة نمطية قبل الجفاف وعلاوة على ذلك تم تصدير 65 مليون رطل من السمك و32 مليون رطل من الخضراوات من منطقة الساحل الأفريقي المنكوبة بالمجاعة عام 1971 وخلال سنوات الجفاف 1970-1974 كانت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية من بلدان الساحل الأفريقي وهي رقم مذهل يبلغ 1.5 مليار دولار تعادل ثلاثة أضعاف قيمة كل الحبوب المستوردة إلى الإقليم كانت مالي إحدى الدول الأشد تضررا من الجفاف وكانت إحدى الدول الرئيسية التي تتلقى شحنات الغداء العاجلة وخلال السنوات الخمس السابقة على الجفاف حدث انخفاض ملحوظ في المساحة الإجمالية المخصصة لإنتاج الغلال الغدائية وخلال هذه الفترة ذاتها فاقت المساحة المخصصة للقطن الضعف وبلغت صادرات القطن الخام خلال سنوات الجفاف مستويات قياسية حوالي 50 مليون رطل أو 10 أرطال لكل رجل ومرأة وطفل أي من 3 إلى 4 مرات من مستويات السنوات السابقة على الجفاف وتوحي حقيقة أن متوسط محاصيل القطن خلال الجفاف كان أعلى بكثير منه خلال السنوات السابقة على الجفاف بأن القطن كان يزرع في أفضل الأراضي تلك الأقل تأثرا بالجفاف وفي عام 1934 كان الفول السوداني يحتل 182 ألف فدان في النيجر وفي عام 1954 تضاعفت المساحة وبحلول عام 1961 كانت قد ازدادت خمس مرات وعشية الجفاف عام 1968 كانت المساحة المزروعة بالفول السوداني تغطي مساحة قياسية مقدارها 10 ملايين و800 ألف فدان أي ما يعادل 6 مرات مساحة الفول السوداني عام 1934 وكانت الحملات الحكومية والضرائب والملح من شركات الفول السوداني والتي ترد عند الحصاد وكذلك الأبحاث المكثفة حول الفصائل الجديدة من الفول السوداني تمثل بعض القوى الرئيسية وراء هذا التوسع غير العادي وكان التوسع على حساب المناطق غير المزروعة في الأحزمة الخضراء والحاسم على وجه الخصوص في سنوات الجفاف وبدأت زراعة الفول السوداني في الستينات تمتد شمالا مغتصبة الأراضي التي يستخدمها الرعاة تقليديا وجعل هذا الزحف الرعاة وحيواناتهم أكثر عردسا لخطر الجفاف وفي السنوات الخمس قبل الجفاف مباشرة وخلاله نفدت تشاد برنامجا ضخما بسماد تدعمه دول السوق الأوروبي المشتركة لزيادة إنتاج القطن وخصص ثلثا مليون فدان من أفضل موارد تشاد القليلة ليس للغداء بل للقطن ودفعت هذه الزيادة في إنتاج القطن عبر كل الساحل الأفريقي خبير غداء فرنسي إلى ملاحظة أنه إذا كان الناس يموتون جوعا فليس ذلك بسبب الحاجة إلى القطن والأهم من مجرد عدد الأفضنة التي تنتج القطن للتصدير في الساحل الأفريقي هي الحكومات التي ضغطت على الزارع وشوهت كل برنامج ممكن لتحبد الإنتاج للتصدير الرية والأسمد والقروض وتنمية الأراضي الجديدة والأبحاث لتطوير الفصائل المقاومة للجفاف والخدمات المحلية وتسهيلات التسويق كل ذلك تقوم به بمساندة وكالات المعونة الأجنبية وأحد الاقتراحات الرئيسية الحالية للأمم المتحدة لمساعدة الجوعا في الساحل الأفريقي هو إنشاء طريق عبر دول الساحل يتكلف ربع مليار دولار وهو عمل إنشائي تافه لا يفيد سوى في جلب الإنتاج إلى الموانئ الرئيسية وبهذه المساندة للصادرات ليس مما يدعو إلى الدهشة أنه حتى قبل الجفاف كان إنتاج الغداء يتناقص بصورة خطيرة بينما تزدهر محاصيل التصدير فلماذا تنشط حكومات الساحل الأفريقي محاصيل التصدير؟ لتكسب العملة الأجنبية هذه هي الإجابة التي يقدمها الجميع لكن الكثير من هذه العملة يستخدم لتمكين بيروقراطي الحكومة والعمال المدنيين الميسورين من ممارسة نمط حياة مستورد سلاجات ومكيفات هواء وسكر نقي ومشروبات كحولية وتبغ وما شابه ذلك ففي عام 1974 ذهب نحو 30% من العملة الأجنبية التي كسبتها السنغال لشراء هذه الأصناف فقط وتمثل صادرات الفول السوداني سنويا ثلثة الميزانية القومية للسنغال لكن 47.2% من الميزانية ينفق على رواتب البيروقراطيين الحكوميين وفيما بين 1961 وأسوأ سنوات الجفاف 1971 قامت النيجر وهي دولة تعاني من سوء تغذية ملحوظ ومن متوسط عمر لا يتعدى 38 عاما بمضاعفة إنتاجها من القطن أربع مرات وبمضاعفة إنتاج الفول السوداني ثلاث مرات وكسب هادان الصادران معا في عام 1971 نحو 18 مليون دولار لكن 20 مليون دولار من العملة الأجنبية استخدمت لاستيراد الملابس ويعاذل ذلك تسع مرات قيمة تصدير القطن الخام وذهب مليون دولار لشراء السيارات الخاصة وما يفوق أربعة ملايين دولار للبنزين والإطارات وخلال ثلاث سنوات فقط من عام 1967 إلى عام 1970 تزايد عدد السيارات الخاصة أكثر من 50% وأغلبها تقودها نخبة العاصمة الضائلة العدد وأنفق أكثر من مليون دولار لاستيراد المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ وخلال زيارة للعاصمة نيامي وجدنا مجموعات النخبة المحلية تتسوق من سوبر ماركت مليء بأشياء كلها من باريس وبه حتى أقماع المثلجات من أحد متاجر أشانزيليزي وحتى حين يستخدم جزء من أرباح التصدير في استيراد الغداء فإن هذا الغداء لا يصل إلى الفقراء عموما أولئك الذين ينتج عملهم القطن والفول السوداني والماشية بل تستهلكه الطبقات الميسورة في المناطق الحضرية وقد تم إنفاق أكثر من نصف ما كسبته السنغال من العملة الصعبة من تصدير الفول السوداني عام 1974 لاستيراد القمح للمطاحن المملوكة للفرنسيين والتي تنتج الدقيقة لصناعة خبز فرنسي لسكان المدن والشيء الذي يصدم أكثر من تنشيط محاصيل التصدير في وجه إنتاج غدائي متناقص هو أن كل دولة في الساحل الأفريقي بالاستدناء المحتمل لموريطانيا الغنية بالثروة التعدينية أنتجت فعلا ما يكفي من الغلال لإطعام كل سكانها حتى خلال أسوأ سنوات الجفاف ويجد أغلب الزراع الذين يزرعون المحاصيل النقدية أنفسهم بلا نقود أو احتياطات غدائية كافية لمواجهة احتياجات عائلاتهم ما بين موسم التسويق والموسم التالي ولكي يحيوا خلال ما يسمونه موسم الجوع وهو شهور العمل الشاق بوجه خاص قبل الحصاد فإنهم يضطرون للاقتراض نقدا أو بالشوفان بمعدلات فائدة ربوية من التجار المحليين ولدى التجار المحليين الغلال لأنهم يشترونها من الزراع خلال موسم الحصاد حين يخفض العرض الوفيرة الأسعار وحين يضطر الزراع إلى البيع لدفع ديونهم وضرائبهم وحين زرنا إقليم تونسو بيتينغا بفولتا العليا وجدنا أنه حتى خلال سنة مطر عادية عام 1976 تضاعف سعر الغلال تقريبا فيما بين وقت الحصاد وبعده بسبعة أشهر ويمكن للتجار أن يبيع الغلال المخزونة خلال موسم الجوع بضعفي أو ثلاثة أضعاف الثمن المدفوع فيها وكذلك أن يصدروها إلى الأسواق ذات الدخل الأعلى في البلدان المجاورة وقد صدمنا أحد موظفي وكالة التنمية الدولية في واقا دوغو بفولتا العليا وهو أمريكي بتقديره المتحفظ أن تلثي الغلال التي يحصل عليها التجار من الفلاحين سدادا لديونهم يصدر إلى ساحل العاج وغانا في تلك المجتمعات حيث المضارب بالغداء عادية يمكن للإنتاج الكافي أن ينتج عنه ندرة لعديدين حتى للمنتجين وبالنسبة للزراع الذين جعلتهم حلقة الديون المفرغة عرضة للأذى يسبب الجفاف المجاعة بالفعل ولأنهم ضحايا المنتفعين فإن الزراع لا يستطيعون تحسين نوعية أرضهم وعادة ما يجبرون على إرهاق التربة وحتى على رهن أرضهم لكن من الواضح أن الجوع وما يبدو أنه زحف الصحراء ليس نتيجة الجفاف بل نتيجة طبقة طفيلية من المرابين والمضاربين خازني الغلال إن هناك من يرون في الساحل الأفريقي صومعة غلال ممكنة وليس على الإطلاق أرضا قفرا مهجورة وهم يشيرون إلى مستودع المياه الجوفية الاستثنائي في الإقليم وإلى شبكة الأنهار الثلاثة به بما في ذلك النيجر الذي يأتي في المرتبة الثانية عشر لأطول أنهار العالم وبإمكانية الرأي هذه وبنعمة الإقليم من الشمس الاستوائية يقدرون أن بإمكان الساحل الأفريقي أن ينتج من الغلال أكثر مما ينتج الآن ست مرات على الأقل بالإضافة إلى كميات مذهلة من اللحم والخضروات والفاكهة للأسواق المربحة في أوروبا والشرق الأوسط وقد كتب مراسل خاص للإيكونوميست في 6 أكتوبر 1973 متحمسا أن من الممكن تحقيق أرباح كبيرة بسفن مجهزة كمعامل تسمين عائمة تجلب الصغار الماشية من أماكن مثل الساحل إلى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان وقدر أن هذه العجول الذهبية تساوي في الدول الصناعية من 20 إلى 40 مرة ما تساويه في الساحل الأفريقي وخلال زيارة إلى فولتا العليا مؤخرا وجدنا شركة زراعية تجري تجارب على استخدام البالونات الغازية لرفع الخضروات والفواكه من القرى النائية إلى مطار واقادوغو حتى يمكن شحنها جويا إلى فرانكفورت إن كل من يعرف الساحل الأفريقي يعلم أن بالإمكان إنتاج كميات أكبر بكثير بلا شك لكن إذا سيطرت مجموعات النخبة الحكومية والشركات المتعددة الجنسية على ذلك الإنتاج فمن غير المحتمل أن تستفيد غالبية السكان إن تحليلا للمجاعة يلقي اللوم على زحف الصحراء لن يدرك أبدا التفاوتات السائدة التي هي بيت البدء والحلول المقترحة ستكون محدودة لا مناص في حدود الجوانب التكنيكية والإدارية برامج الري والميكان الحديثة وفصائل البدور الجديدة والاستثمار الأجنبي وبنوك احتياطي الغلالي وما أشبه ومثل هذا التحليل لا يسمح بتأمل التنظيمات السياسية والاقتصادية التي هي السبب الحقيقي أكثر من تغيرات المطر أو حتى المناخ لتلك الإنتاجية المنخفضة وذلك الحرمان البشري هكذا اتضح لنا أن الجفاف لا يمكن أن يعدى سبب المجاعة فالجفاف ظاهرة طبيعية والمجاعة ظاهرة إنسانية وأية علاقة بين الاثنين تأتي على وجه الدقة من خلال النظام الاقتصادي والسياسي لمجتمع يمكنه إما أن يقلل العواقب البشرية للجفاف إلى الحد الأدنى أو يضاعفها إن الجفاف المتكررة للسنوات القليلة الماضية قد أوضح أن الصحراء تزحف على نطاق واسع وأن إمكانيات الغداء في غرب أفريقيا مهددة بصورة خطيرة وما نحتاجه الآن هو برنامج دولي شامل يساعد على دحر الصحراء بدلا من أن يخفف آثار الجفاف هنري كيسينجر 1976 قبل كل شيء يتطلب الموقف في الساحل الأفريقي البدء الفوري في جهد ضخم لإبطاء وتثبيت النمو السكاني في الإقليم ومثل هذا البرنامج الدولي التعاوني الطويل الأمد سيكون شبيها في مداه بالبرنامج الذي كان بدءا للثورة الخضراء في أواخر الستينات ليستر براون بالخبز وحدة 1975 مزارع عصر الفضاء ومزارع تربية ماشية حديثة وحذائق سوق مزدهرة في قلب الصحراء الأفريقية هذا ليس صرابا بل ما تصوره الخبراء من ست من أكثر الدول تخلفا للمستقبل وفكرتهم هي وقف زحف الصحراء وتحويل بلدانهم الموبوء بالجفاف إلى حزام أخضر خصب من الأراضي المنتجة للمحاصيل والمراعي وتطالب الخطة بسدود عملاقة لكبح جماح نهري السنغال والنيجر ولإنتاج الطاقة وبنظم ري متقدمة تسقي أكوام التراب وبحوائط من الغابات لوقف الزحف الجنوبي للصحراء الأفريقية ويمكنها تحويل اقتصاديات الكفاف الزراعية لدول غرب إفريقيا وتشاد ومالي وموريطانيا والنيجر والسنغال وفولتا العليا إلى حديقة خضراوات لأوروبا وإلى حزام لحم بقر شاسع To the Point International الساحل الأفريقي منطقة الكوارث اليوم وحديقة الغد الوارفة 5 أكتوبر 1974 ترجمة نانسي قنقر شكرا